السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين العزاء حلقة اليوم النهاردة حلقة مهمة جدا جدا خاصة نحن في أجواء شديدة البرودة على مستوى مصر والوطن العربي فطبعا أهم حاجة عندي حالة النبات والنباتات تكون في حالة جيدة نحمي النباتات بتاعتنا من الإسفرار من الصقيع من تدهور الظروف الجوية وتغير المناخ على مستوى العالم فكنت الصبحية عمال أقرأ في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا أنا من أشد المتابعين للأستاذ الدكتور محمد علي فهيم في وزارة الزراعة المصرية راجل بكني لي كل الاحترام والتأدير وصديق لي على الفيسبوك طبعا أنا بالنسباله لا أساوي شيء إن هو طبعا ليه متابعين كتير وليه ناس كتيرة بيعرفها إحنا بالنسباله نقطة في بحر لكن أنا بكني ليه كل الاحترام والتأدير بعلمه وبمعرفته الطيبة فقريت الصبحية عن منشور منزله اسمه منقوع الطاق فحبيت إن أنا أقرأ كويس بتركيز وبتمعون وفي نفس الوقت قلت إن أنا يكون موضوع حلقة اليوم إن أنا كمان أنشر معاه هذا المنقوع الجميل اللي أنا لما عدت أقرأ بتركيز وبتمعون وبتحليل عرفت قد إن هو كميل وممتاز جدا جدا طبعا في بعض السادر مهندسين أصدقاء ليه في أماكن كتيرة بيبقى عليهم اعتراض في بعض الأمور لكن أنا بالنسبالي العلم علم يعني أنا ما أقدرش اللي أنا أشوه الصورة العلمية ما أقدرش اللي أنا أقول لا الكلامته غلط مش من حقي من حقي العلماء فقط خاصة الأستاذ الدكتور في الجامعة أو الأستاذ الدكتور في مركز البحوث من أول المعيد لغاية الأستاذ الدكتور ليهم كل الاحترام والتقدير والتوقير خاصة إن إحنا بقينا في مجتمع مش بيهمنا الرموز الثقافية العلمية يهمنا بس الرموز السينمائية أو الأحداث الهب يلا هب يقيله عشان نجمع مشاهدات لكن أنا بالنسبالي لما أريد المقالة الجميلة ديت حبيت اللي أنا أريدها لكم في قناتي وتشرف بدا ما نقوع التوق نتكلم ونقول مكوناته إيه معايا ورق أو ألم وما حدتش يقولي بقى اكتبها لي اتعب شوية ساعتك واكتب وراي ستة كيلو سوبر ناعم وليس محبب هنقعه في مية دافية لمدة يومين بمعنى صح إن المية الدافية مش هتستمر معايا يومين بس لما أدوبه في الأول أي بقى في مية دافية طب الستة كيلو هتدوب مفاد ديه إن شاء الله حتى نقول في عشرين لتر مية خمسة وعشرين لتر مية خمسين لتر مية المهم إن هو هنقلبه في مية دافية وليس سخنة مولعة يعني تحط إيدك إيدك تتحملها طيب خمسة كيلو سلفات بوتاسيوم خمسة كيلو سلفات بوتاسيوم تمام ندوبها برضو في مية عادية ماش مكتوب بقى لسخنة ولا بردة مية عادية برضو في خمسين كيلو ولا حاجة يبقى خمسة كيلو سلفات بوتاسيوم ستة كيلو سوبر ناعم وليس محبب في مية دافية نص كيلو يوريا نص كيلو يوريا واحد كيلو ملح لمون لهو الستريك أسيت موجود عند أي عطار هدفه تقليل القلوية والستريك أسيت برضو ليه فويته الحلوة هنحتاج كيلو فولفك وكيلو هيوميك كيلو فولفك وكيلو هيوميك هندوبهم برضو في مية هناخد نص كيلو عناصر صغرى أي شركة محترمة أي مصدر محترم عنده عناصر صغرى ناخد نص كيلو لو بقى بقى فيه منجنيز وحديد و وهو نيرل عليه تا حديد وزنك ومنجنيز وبرون وليبيتنا نحاس كوبلد عناصر صغرى بعد كرة عندنا هندوب أو هننقع عشرة كيلو زبل حمام في مية لتر مية لمدة أسبوع طبعا أنا مش هاخد النص بتاع الدكتور محمد علي فهيم من غير ما حط الفلفل والشطة بتحتي ما نبارته لازم يعني إيه هحطي الفلفل والشطة أجود ها يعني بالمرة ما الناس بتفتي يعني كان علي أنا فأنا بشرح بعض التركات كميات المية هو كان قايل من ثلاثة لاربعة يم أنا بحب منقوع زبل الحمام أو منقوع الأسمات الحيوية كلها أسبوع تمام إن الجو أصلا بارد فنحط عشرة كيلو زبل حمام على مية لتر مية ونبقى ناخد خمسة لتر من الراية وطبعا كل يوم منقلب الصبر النعم كذا مرة السلفات البوتاسيوم اليوريا نقلبها كويس قبل ما نحطها زبل الحمام نقلبه لمدة الأسبوعين الأسبوع قصدي يبقى تين مكونات نيك نقول الصبر النعم والسلفات البوتاسيوم بني نقعه لمدة تمانية واربعين ساعة اكتنين يوم وأخت الرايق مش للترصيب اللي تحت طيب نفهم ليه إحنا عملنا الموضوع ده الصبر النعم مع التقليد مع المية التافية بيفصل خامس أكسيد الفوسفور الزائب يبقى أنا كده حصلت على مصدر فوسفور ميسر لإمداد النبات بالطاقة سلفات البوتاسيوم باخد منه الرايق طبعا عنصر بوتاسيوم عنصر مهم ومفيد قوي اليوريا مصدر للنيتروجين وبتخلي الوسط بيكون سريع الامتصاص يعني الكوكتيلي اللي أنا عامله ده أنا عايز النبات يمتص بسرعة يتلزز بالسرعة الامتصاص لازم أحطي إيه اليوريا بالمقدار اللي أنا قلتي في ده حامد الستريك بيقلل القلوية وبيخلي الوسط شبه حامضي أو متعادل فبالتالي بيسر العناصر السمادية للوصولها للنبات بجانب إنه هو السيتريك مصدر للطاقة وبيستفاد النباتات بالعناصر المضافة الهيوميك والفولفيك مركبات محفزة لعمليات الحيوية في النبات فولفيك وهيوميك طيب العناصر الصغرى طبعا النبات بيحتاجها فيه إيه تاني عندنا منقع الزبل الحمام يا جماله يا طعمته من الأحماض الأمينية والإنزيمات والمايكروبات الجميلة المفيتة اللي طالعة وإذا لم زبل الحمام دوت بقى إيه لو أنا من عندي أنا بقى 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 إذنك كتوكتور يعني أضيف الحت النونو دي إن شاء الله حتى ربع كيلو عسل اسود بدون كبريد يعني تجيبه من البلاس ما تجيبوش من محل تجيبه من صفيحة رضيئة ما تجيبهاش من صفيحة لذيذة عشان ما يكونش فيه عنصر كبريد اللي بيقتل الميكروبات نعمل المنقعات دي كلها في كميات مية وناخد الرايق بتاعها بالمقادير اللي أنا قلته تمام ونجمحها عندنا في برميل 200 لتر في برميل 200 لتر طيب هناخد بقى من البرميل 200 لتر ده 20 لتر للفدان غمر طب عايزة زود زود طب حط الميتين لتر كله حط الميتين لتر كله طيب عنتي بقى ري حديث نقطات فلات محوري اللي هو البيفت رشاشات ايا مكان الري الحديث احط من الخلط طبيطتي كلها 20 لتر للفدان قال له انت حضت هويومك الهيومك ما ينفعش للرش بيش منس انتكال وقعت في الغلط والدكتور محمد فاهيم الدكتور محمد علي فاهيم ووقع في الغلط لا يا استاذ احنا قلنا في الري هل احنا قلنا رش اه منتو قلت فلات ورشاشات وبيفت اه ساعتك انت في اول التسميدة وبينزل بعدك كده للارض تحت اهد علي وعلى ارواحك وعلى نفسك عشان ما يبقاش ايه تبقى عنيف خليك لذيذ انتفقنا خليك لذيذ ده من قوع الطاقة بيفيت ايه بيفيت عنتي النباتات الخضروات بجميع انواح حو اشكالها بتنجن في الفل اه اه طماطم عنتك الفاصولية والبسلة والفول عنتك الامح والشعير والطوم والبصل والفراولة والخرشوف والبطاطس والكتان والبرسيم الحجازي والبرسيم البلدي وبنكر السكر وبنكر المائدة لو الله احمريكا والفجل والليفت والجرجير والبقتونس والكزبرة والكمون والينسون والكراوية والقصب كل ما هو اخضر على كوكب الارض اشجار معادة ايه متسقطة الاوراق يعني ماينفعش ليه المشمش والبرقوق والخوخ والعنب ماينفعش ولا التفاح النباتات اللي بتسقط ورقها في الشيطة مش هينفع عاستا اه اه يعني بيقولك ايه منقوع الطاق عايز باور اديني اديني في الحرارة عشان اقول اه كده تمام فالله يبرك لكم دي رسالة جميلة وصلت لي بوصلها لكم اي استفسار اي سؤال انا معاكم واذن الله نبكون اه 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 في خدمة الوطن المصري والعرب تحياتي الجميع مع الف السلام